مرة بنرحب بيك في البيت الكبير مبروك أول حاجة لازم أقول لك مبروك النهاردة الفوز الكبير فوز النادي الأهلي طبعا ألف مبروك لجمهور النادي الأهلي لفريق كله بجهازه الفني يعني المجموعة الإدارية ومجلس الإدارة شايف أنه كان زي ما حضرتك ذكرت يا كانت مباراة مفصلية شوية في مشوار البطولة العشرة إن شاء الله أعتقد أن الألي قد مباراة قوية قوي يعني كانت الناس أكثر المتفائلين شايف أن الألي ممكن يكسب واحد صفر كنت الآن قبل المتش ما كنتش الآن كنت شايف أنه دايما الأهلي يعني مباراة سيمبة الخسارة كانت جرس إنزار علشان الدنيا تبتدي تتعدل اللي حصل طبعا في مباراة فيتا كلاب في القاهرة ده كان حاجة برا الخيال يعني أن أنت بتوصل بأكتر من 12 فرصة ما تسجلش الهدفين تتظلم في ضربة جزاء مش ضربة جزاء وتخسر نقطتين في المباراة دي وتأثر على مشوارك أن أنت بقيت مطالب أن أنت تكسب كل المتشاط علشان أنت دايما طموحك أنك تصعد أول لكن أن أنت توصل لأنك تلاعب فيتا كلاب في كينشاسة وتقدر أنك تكسب مكسب كبير ممكن أكون مكنش متوقع مكسب كبير لكن شايف أنه أن الأهلي بعد المباراتين اللي فاتوا كان لازم هيعمل كده وكان لازم هيكسب بأي نتيجة علشان يحقق الهدف بتاعه 3 نقاط من المباراة دي وعلشان يكمل مشواره في التأهل من دور المجموعات لدور التالي إن شاء الله ده كان مهم جدا أولا على مستوى المشوار الأفريقي طبعا مهم جدا المباراة دي ويمكن كان الناس بتقول حتى لو ما كسبناش التعادل أعتقد أنا كنت دايما بقول في البيت الكبير النادي الأهلي دايما نبصص على الصدارة وأنك عشان تتصدر لازم تكسب المباراة كان تحديات كبيرة جدا أن تثبت كمان أن مباراة القاهرة ما كانتش سوء أداء بالعكس كنت بتأدي بأداء أكتر من رائع وأن النتيجة كان لها ظروف خاصة وسيناريو خاص مش هيتقرر تاني وكمان عمر دي رسالة كمان قوية إن النادي الأهلي لما طبعا كل النتائج بتتعرف على مستوى القارة الأفريقية النادي الأهلي بيكسب 3-0 فيتا كلاب فرقة من الفرق اللي حصل على هذه البطولة الكبيرة بتكسبه على ملعبه أو الفريق مصري بيكسب فريق كونغولي على أرض بكل دي بتدي بقى ثقة للعيبة وترجحهم تاني على الكراك زي ما بنقول يعني حضرتك ذكرت نقطة مهمة إنه في أجزاء تخص العامل النفسي كمان فكرة إن كل الفرق المصرية على مدار أكتر من نصف كرن بتروح الكونغو ما بتكسبش يعني أقصى نتيجة عملوها كانت التعادل إحنا بنتكلم في 23 مباراة لعبتها الأندية المصرية ضد الأندية الكونغو في الكونغو منهم 16 هزيمة منهم 6 عدلات فقط أول فوز وأول استثار في تاريخ الأندية المصرية في الكونغو على الأندية الكونغوية اللي حققوا النادي الأهل النهاردة وبنتيجة كبيرة أعتقد إنه كمان ده من الانتصارات يعني أكبر فوز في تاريخ النادي الأهل هي على أندية الكونغو والنتيجة بتاعة 3-0 النهاردة فأعتقد إنه لا يعني زي ما حضرتك ذكرت في مكاسب كتير للانتصار النهاردة الأرقام دي مهمة جدا بالمناسبة يعني لما بنقول الإحصائيات دي لا هي مهمة تاريخ النادي الأهلي وكل ما تشفيه مهم قوي فالنهاردة انت كسرت رقم كان سلبي بالنسبة للكرة المصرية كلها والنادي الأهلي هو اللي ابتدى يدي النقطة إيجابية انت تقدر تكسب على أرض الكنغو النقطة التانية والأهم انه كمان أثبت انه الموضوع التقييم المدرب مش بقول على النادي الأهلي بيقيم مدرب ولا على التقييم العام على السوشيال ميديا في الجرائد في المواقع الانتقادات اللي هي في غير محلها ومش بناء على دراسة أو دراية بالأوضاع كلها ما ينفعش قائم مدرب علشان في ريتو تعادلت مطش يا جماعة يعني أنا تعادلت مطش في الظروف استثنائية مش هتتكرر تاني زي ما حضرتك قلت فاعتقد انه بالعكس المسلماني النهاردة جرس انزار لكل الفرق التانية في القارة وفي البطولة ان انا انا قادر ان انا اكسب بره ارضي وبنتيجة كبيرة ومع فريق على فكرة فريق جيد جدا وعنده لعبة دولية يعني فيه تاكلاب عنده اكتر من لعب دولي المدرب بتاعهم في مدرب كويس جدا مدرب درب منتخب الكونغو برضو وجمع ما بين تدريب فيتا كلاب وما بين تدريب المنتخب وهو من المدربين الكبار في افراكويا لان برضو بشوف بعض الناس فيه نغمة حتة انته يعني احنا فرحانين لان الاهل كسب فيتا فريق فيتا مش فريق قوي لا فريق فيتا فريق قوي جدا وفريق فيتا دايما بيبقى موجود في الادوار المتقدمة في طولة افراكويا فاعتقدوا ان الالي افضل نتيجة النهار